موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تولي أهمية لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص بمجالة البترول والغاز والطاقة المتجددة الرئيس السيسي يصدق على ضم مستحقين جدد لصندوق تكريم الشهداء والمصابين ويؤكد احترام الشعب المصري لجميع شهداء ومصابي الوطن رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين ويؤكد حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرانيتش ناشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى عمر رضاء الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحجم انشطته واستثمارات شركة بريتش بتروليوم البريطانية المتنامية في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم برنارد لوني حيث أشار رئيس إلى إسهام الشركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويعز بهد تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة وأكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص وذلك في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية وبما يشمل مجال خفض الإنبعاثات وتحول الطاقة بالإضافة إلى إنتاج الهايدروجين الأخضر وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس شركة بريتش بيتروليوم أكد محورية الشركة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي امتدت على مدار ستين عاماً مشيداً بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على صعيد التنمية خاصة في مجال البنية التحتية وأضف متحدث الرئاسة أن رئيس الشركة البريطانية استعرض خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية مؤضحاً أنها تبلغ 3.5 مليار دولار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين جاء ذلك خلال اجتماع مع مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون المالية هو رئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق لاستعرار التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين وذلك من شهداء ومصابي لعمليات الحربية والإرهابية بتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فضلاً عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة وذلك لصالح المستفيدين من الصندوق وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس أسيسي صدق خلال الاجتماع على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير من عام 1952 إلى المستفيدين من الصندوق كما صدق رئيس أيضاً على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تنوى الاستعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية بتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فضلاً عن المبادرات المقترحة توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق وأضاف المتحدث أن رئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصري يكن احتراماً عظيماً وتقديراً خاصاً لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية الذين دفعوا ثمن غالياً كي يحيى الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السرع الأساسية وتأكد من وجود رصيد مطمئن منها وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السرع في الأسواق وبأسعار مناسبة جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتبعة جهود توفير السرع الأساسية للمواطنين تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توفر مخزون من القمح يكفي لأربعة فاصل ستة شهر ومن الزيت الطعام لنحو ستة أشهر والسكر حتى فبراير المقبل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وذلك لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وأضح مدبولي أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية تتضمن التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وتطوير نظم الرأي الحقلي وأسلي بالصرف الزراعي جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف مشروع مستقبل مصر والدلتة الجديدة التي تستهدف استصلاح وزراعات نحو مليوني فدان تضاف للرقعة الزراعية التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة شهد اللقاء استعراض جهود هيئة الأبنية التعليمية في متابعة تنفيذ خطة صيانة المبادل المدرسية وجاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية فضلا عن التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيالة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية مع استعراض أليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعليمي على المنصات التعليمية أكد وزير الخارجي سامح شكري على التزام مصر بدعم دور الأمم المتحدة في اليمن وما يتم بذله من جهود تستهدف ترسيخ مسار التهديئة ودعم إتمام الحل السياسي جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرومبرغ وذلك للتباحث بشأن المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية من جانبه حرص المبعوث الأممي على إطلاع وزير الخارجية على نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف اليمينية والإقليمية كما أعرب عن تقديره لاستضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين وكذلك الدور الهام الذي اطلعت به مصر في تيسير عملية تفريج خزائن صافر النفط بدأت بمقر الأمان العام لجماعة الدول العربية أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتحضير لاجتماعات الدورة المئة واثني عشر للمجلس على المستوى الوزاري والمقرر عقدها الخميس المقبل تناقش اللجنة التي تنعقد برئاسة اليمن بنود مشروع جدوى لأعمال الدورة في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية والمقرر عقده في مملكة البحرين 2024 إلى جانب بحث عدد من الجوانب الاقتصادية الأخرى أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة إغاثية بمبادرة من مجلس الوزراء والشؤون الاجتماعية للعرب والهلال الأحمر الكويتي في إطار مساندة الشعب السوداني وتقديم جميع المساعدات الإنسانية التي أحتاجها وتضمنت القافلة الإغاثية تعبئة وتغليف عدد من السللات الغذائية إلى جانب تجهيز مستلزمات وأدوات طبية موجهة لأكثر الفئات المتضررة من تدعيات الأزمة السودانية وذلك من أجل وتحقيق مبدأ التكافل ورفع المعاناة عن كاهل الأشقاء السودانيين كل هذا تم بتوجيه من معالي الأمين العام جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أولغيض بدعم الشعب السوداني بكافة أشكال الدعم الممكن يقدم ونحن نشعر أن هذا الدعم هو رسالة بسيطة من قبل الدول العربية من قبل المجالس الوزارية بدعم الشعب السوداني ونحن نتمنى إن شاء الله قريبا حتى يخرج الشعب السوداني من أزمته سيستمر أيضا الهلال الأحمر المصري بتقديم أوجه الدعم من قبل ليس فقط الجهات المصرية إنما أيضا من قبل هيئات العديدة العربية والدولية جمعية الأل الأحمر المصري منذ اندلاع الأحداث وهي موجودة على الحدود المصرية السودانية لتقديم يد الغوث وتقديم الخدمات الصحية الإنسانية لجميع العابرين ده جزء من جسر المساعدات ما بين جمهورية مصر العربية والسودان من خلال جمعية الأل الأحمر المصري التي تتعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ومن ضمن التنسيقات طبعا وجود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اللي هو رصد مجموعة من المساعدات جمعية الأل الأحمر المصري هتقوم بتسلمها لنظرها جمعية الأل الأحمر السوداني تشمل على المواد الأساسية والاحتياجات اللي احنا رصدناها من خلال التنسيق مع الطرف الآخر المستهلكات والمستلزمات الطبية أدوات الحماية الشخصية وأدوات الإعاشة اللي هم طلبوها إلى ذلك أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بعد وصوله إلى قاعدة فلامينجو البحرية العسكرية بولاية البحر الأحمر أكد أن الجيش مستمر في القتال نافيا لاتفاق مع قوات الدعم السرية كان بيان للجيش السوداني قد ذكر في وقت سابق فيه أن القائد أن قائده يواصل جوالاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية أعلنت وكالة الأنباء السورية استهدف قصف جوين إسرائيلي لمطار حلب الدولي ما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله أن إسرائيل شنت عدوانا جويا فجرا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية واستهدفة مطار حلب الدولي ما أدى إلى حدوث أضرار مادية جثيمة في مدرج أطأ المطار أعلن الجيش الأردني وإسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية في إطار عملياته للمحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها وأوضح الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية قبل إسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتحويلها إلى جهة المختصة يعد مشروع تشكا المشروع الأهم ضمن مشروعات مصر الزراعية القومية بما يضيفه للاقتصاد من منتجات زراعية واستراتيجية وازداد حجم الاستصلاح بمشروع تشكا بمعدل 250 ألف فدان سنوياً حيث يستهدف الوصول لأربعة ملايين فدان توفر العديد من المحاصيل الزراعية ها هو يحصد ثمار تعبه خمس سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب الواحد والثلاثين عاماً شاهداً على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية عشت يعني خدت لي تاعة 8 سنين في مصر شغال وكده بجيت أروح وأجي بس الشغلان هذه جاتني في 2019 ونزلت فيها والحياة يعني بقت تمشي معنا تمام هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة وكلما الأرض تبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية والدنيا بتبقى معنا تمام الفرق بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن ثلاث ورقات من دولة شوف الفرق يعني كانت ثلاث ورقات من دولة دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو تاني طرح ليها فقد أصبح مشروع تشكا بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم شغالين بنجمع البلح وبنفرز فرز أول بعد كده البلح ده بيخش على فرز تاني بقى في المخازن أنا ببلدي شغال الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة لكن هنا بلدي دي أربع ساعات بكون هنا وفي شغلي ما توقعناش النتيجة جيب الانتاج دي كله ده كل النخل والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني والأرض دي أرض خير والحمد لله مشروع تشكى عاد إلى النور بما يقرب من 500 ألف فدان من المنتجات الزراعية مثل التمور المصرية والعربية التي يصل عدد أصنافها إلى 40 صنفا مختلف بالإضافة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح وقسب السكر فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والأستن والكنت الأصناف دي بتمتازن هي عندنا في أرض تشكى بتيجي في ميعاد مبكر فمنسبة لنا التصويق بتاعها بيكون أحسن إن شاء الله يتعالى متوقعين أن احنا في السنين اللي جاية هنزيد من المساحة المزروعة دي سواء في النخل أو دخل الصوب الانتاج المتوقعة للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 إلى 8 طن بمواصفات صمرة ممتازة للتصدير أو للتصويق المحل ليه خمس سنينين فاندي مشغالين فاللمون دي شغالي فيه اللي هو 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 الشجر على الشجر في الأرض وبحطه في برانيك وبعوده يجوه على المفرش وبأكد يتبع لبون مجفف ولا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد يكون أحد الباحثين بزيارة ميدانية كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة كل حسب تخصصه تحت توجهات السيد الرئيسي نحن نحول كل المنظومات الورقية لمنظومات إلكترونية تحول رقمي أنا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر دفتر يضيع يتقطع يحصل يقع على ماء أي حاجة نحن دلوقتي نحن في مزرعة ممكن الورقة تضيع تتقطع إنما دلوقتي كل البيانات اللي أنا محتاجها موجودة معايا هنا على الابليكيشن بتاع المزرعة أنا دلوقتي أي عملية تمت طبعا بسجلها على السيستيم طبعا كله بيطير فينا على الQR كود اللي أنا معايا الQR كود زي الري تسميد رش لقدر الله حصل أي أمراض ولم يكن مشروع تشكى ليقوم من جديد لو لا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الأرض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياة مياه تجري وتسير داخل ترع جديدة مبطنة بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمباط للرفع والضخ هذا المشروع هو المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي احنا دي المرحلة الثالثة بتهدف الاستصلاح مئة ألف فدان احنا قائمين بأعمال البنية التحتية وتوصيل المياه لهذه المئة ألف فدان دي تالت مرحلة فيها قمنا بكده بتسليم مئتين ألف فدان سنة اللي فاتت سنة لقبلها وهم مزرعين فعلا وأصعب مشكلة بتقابلنا هنا هي التحديات اللوجستية كنقل وخمات فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرصانة موجودة في الموقع ومصنع طوب المصنع اللي بيسنع موسير موجود في الموقع وطبعا برضو بالنسبة للعمالة أو المنبور اللي موجود في الموقع المنطقة طبعا منطقة نائية وما فيش فابتدنا كتوجه شركة أن نحن نجيب عمالة من سعيد أو من أسوان مدينة بوسينبل المنطقة المجاورة للمشروع وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في إطار استراتيجية الدولة للتوسع الأفقي وازدادت نسبة الإصلاح بمشروع تشكا بمعدل 150 ألف فدان سنويا حيث تستهدف الوصول لأربعة ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والأساسية من الحبوب كالقمح والذرة وزيادة حجم الرقعة المزروعة إلى 25% على مستوى الجمهورية بما يترتب عليها من آثار اقتصادية وديمغرافية واكتماعية مجهودات إحياء مشروع تشكا عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعاتها والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح آفاق تصديرية جديدة كاريم بيبرس التلفزيون المصري أطلق منتذى الشباب العالم والأكاديمية الوطنية لتدريب التعاون مع منظمة اليونسعيف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورشة العمل التي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام تهدف لإشراك الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير بهدف تفعيل شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشباب نظم منتدى شباب العالم والأكاديمية الوطنية لتدريب بالتعاون مع منظمة اليونسعيف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام الرسالة الرئيسية اليوم هي أننا نواجه تحديا كبيرا لمهارات وتطوير وإطلاق العنان لإمكانيات 28 مليون شاب مصري ويتعلق الأمر باكتشاف الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا لتحقيق العمل التطوعي في القطاعين العام والخاص بنحاول أن ندمج الشباب في كل المبادرات التطوعية دلوقتي تبقى عندنا مبادرات رئاسية قومية الشباب هو الدعم الرئيسي لها وأكبر دليل على كده المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة لأنها أصلاً بتقوم على الشباب اليوم الأول شهد مشاركة العديد من المنظمات الدولية كما شارك الشباب بمقترحاتهم بجانب مشاركة العديد من مبادرات التنمية وقد جاءت نقاشات الشباب بردود أفعال إيجابية من خلال التفاعل مع المحاور التي تناولتها ورشة العمل هي بتهتم أنها تركز على الشباب من سن صغيرة من سن التعليم في المدارس أنهم إزاي يحققوا منفع تم من التعليم اللي بياخدوه كقطاع خاص وكقطاع حكومي ومؤسسات مجتمع مدني وقائدات مجتمعية مع المؤسسات الحكومية والشباب ونعمل صيغة مشتركة أو رؤية جديدة نخرج بها بتوصيات فاعلة أهم حاجة في الوردشوب دي أنها بتجمع كل الستيكولدرز المختصين في مجال تطوير وتأهيل الشباب يبقى فيه فالنتيرز أكتر متطوعين أكتر عندنا في المؤسسة بالتالي يكتسبوا خبرات ورشة العمل تهدف لإشراق الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابية بالإضافة لتكوين مجموعة عمل كبيرة تعمل في شكل فرق لمعالجة القضايا والفرص الرئيسية في وقت واحد ومن خلال ذلك يمكن تطبيقه وتعميمه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزيد مشاهدين حول ورشة عمل مبادرتين يتعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يطلعنا عليها محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إليك محمود أهلاً وصهلاً بكم وبكل أستاذ المشاهدين نحييكم من الأكاديمية الوطنية للتدريب نتابع معكم حزمة المبادرات والبرامج التنموية المختلفة التي أعلنت عنها إدارة منتدى شباب العالم في النسخة الخامسة للمنتدى التي ستكون عبارة عن تنفيذ كل التوصيات المختلفة للنسخ السابقة وتكون عبارة عن مبادرات لدعم رواد الأعمال ودعم الشباب أيضاً في تأهيلهم لسوق العمل وأيضاً بعض المبادرات التطوعية نتابع اليوم تحديداً ورشة عمل لمبادرتين هامتين هما مبادرة التعلم من أجل الكسب وأيضاً التطوع مبادرتين هامتين تهدفان إلى تأهيل الشباب وتمكينهم إلى سوق العمل والتعرف على المبادرات المختلفة لتأهيلهم أو المهارات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل وأيضاً وضعهم على خارطة طريق التطوع ودمجهم في المؤسسات التطوعية هذه الورشة تتم بالتعاون مع منظمة اليونسيف ووجود عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة أو حتى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة المهتمية بتمكين الشباب وأيضاً إشراكهم في العمل التطوعي مبادرات العمل من أجل الكسب تتم أيضاً لتعريف الشباب وتعليمهم بالمهارات المختلفة التي تؤهلهم لإيجاد فرص عمل بشكل أسرع وبشكل أفضل من خلال تعلم بعض المهارات المختلفة ككيفية اتخاذ القرار وصناعة القرار والتغلب أيضاً على المشاكل المختلفة داخل العمل وأيضاً مواجهة التحديات الخاصة بوجود فرص العمل أيضاً تعلم اللغات المختلفة التعلم على الأجهزة الإلكترونية المختلفة عامة فيما يتعلق بكل ما هو يؤهل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة أما التطوع أيضاً التركيز على أهمية التطوع ووضع الشباب في المؤسسات التطوعية هناك عدد كبير من المؤسسات موجودة في هذه الورشة للاستماع إلى أفكار الشباب وكيفية دمجهم في المؤسسات التطوعية كمؤسسة حياة كريمة وأيضاً التحالف الوطني وعدد كبير أيضاً من المؤسسات ومجتمع المدني هذه هي التفاصيل الخاصة بورشة العمل الخاصة بمبادرتين التعلم من أجل الكسب والتطوع من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب عود إليكم في الاستوديو مرة أخرى أعلنت روسيا اعتقال مواطن كان موظفاً في القنصلية الأمريكية للاشتباه بأنه نقل معلومات عن العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ديبلوماسيين أمريكيين وفد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له بأنه منع الأنشطة غير القانونية للروسي روبرت فيتشونوف متاهماً إياه بأنه جاسوس يعمل لصالح السفارة الأمريكية في موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخ كروز أوكرانياً فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرمة وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرمة المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مطار عسكري في بلدة بيتكوني في منطقة كييف بصواريخ دقيقة وأكدت الدفاع الروسية تدمير كل الأهداف المحددة مشيرة إلى القضاء على نحو 800 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة الماضية والتصدي إلى 21 هجوماً أوكرانياً على مختلف المحاور مع تدمير مستودع لأدخير في منطقة نيرا بيتشوف وإسقاط مروحية أوكرانية من ترازمي 8 ومقاتلين من تراز سو 25 إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو واثنتين أخرين في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا وعلى الجانب الآخر أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني تحرير قرية روبتان الجنوبية الشرقية لافتاً إلى أن القرية أو القوات الأوكرانية تحاول التقدم أكثر الوضع لا يهدأ وصوت الانفجارات في كل مكان والدمار لم يظر بقعة واحدة هي الساحة الأوكرانية بعد إتمام عام ونصف على اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في أحدث تطور على ساحة المعركة وفي مواصلة لعمليات المسيرات أعلنت روسيا إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية إحداها في منطقة موسكو التي تحاول أوكرانيا استهدفها بشكل متواصل لتحقيق مكاسب حتى ولو كانت معنوية بالمقابل أفدت الدفاع الروسي أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية بلغت خلال أسبوع 4855 عسكرياً من بينهم 1490 جندياً على محور دونيتسيك فقط وعلى الجانب الآخر أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني تحرير قارية روبوتين الجنوبية الشرقية لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية تحاول التقدم أكثر كما أعلن حاكم منطقة بولتافا بواسط أوكرانيا مقتل شخصين في هجوم صاروخي على المنطقة ومن جانبه أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينيكوف أن استخدام بلاده لمقاتلات F-16 التي وعد بها الغرب كييف سيشكل نقطة تحول رئيسية في الصراع وأشار ريزينيكوف إلى أن الطيارين الأوكرانيين بدأوا دورات تدريبية لاستخدامها لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية يمكنها أن تستخدم مقاتلات F-16 في الربيع المقبل أفاد رئيس الإدارة العسكرية بمنطقة بولتافا الأوكرانية بتعرض منشأة صناعية في المنطقة لهجوم روسي خلال الساعات الماضية ونقلت وسائل إعلامين عن القائد العسكري الأوكراني قوله أنه جار استضاح المعلومات بشأن الضحية رجحت وزارة الدفاع البريطانية احتمالية استغلال منصات الغاز والنفط في البحر الأسود خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وذكرت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا أنه مع تفاقم التوترات في البحر الأسود وقعت منوشات بين القوات البحرية الأوكرانية والقوات الجوية الروسية حول منصات الغاز والنفط ذات الأهمية الاستراتيجية بين شبه جزيرة القرم وأوداستا وأشارت الوزارة إلى أن طائرات مقاتلة روسية أطلقت النار الأسبوع الماضي على قارب عسكري أوكراني كان يعمل بالقرب من منصة في شمال غرب البحر الأسود كما أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا ألغت على الأرجح منورات استراتيجية مشتركة زباد 2-23 التي كان مقرر لها سبتمبر المقبل وأضافت الدفاع البريطانية أن الإلغاء مرجح بسبب النقص الشديد في القوات والمعدات المتاحة هذا وأغريت المناورات الحربية زباد 2021 قبل عامين في غرب روسيا وكل روسيا مما في ذلك مواقع قريبة من حدود الاتحاد الأوروبية أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات البلاد من الحبوب في الموسم الحالي بلغت 4.2 مليون طن حتى الآن وأضافت الوزارة أن صادرات أوكرانيا من الحبوب في الفترة من الأول من أغسطس وحتى اليوم بلغت 1.88 مليون طن وحتى الآن شمل إجمالي صادرات الحبوب 1.9 مليون طن من الذرة و1.8 مليون طن من القمح و46 من مئة مليون طن من الشعير اشتركوا في القناة اجتمع التوازيرات والتجارة الأمريكية جينا ريموندو مع نظيرها اللصني وانغ وينطارو في بيكين ذلك في وقت تسعى فيه واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وأكدت ريموند أهمية أن يكون للولايات المتحدة علاقة اقتصادية مستقرة مع الصين تعد زيارة وزيرة التجارة الأمريكية التي تستمر حتى الأربعاء الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الصين وذلك في الشهور الأخيرة زيارة تحمل العديد من الدلالات السياسية قبل الاقتصادية هي زيارة وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو للصين لا سيما أنها تأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت بين مسؤوليين أمريكيين مع نظرائهم في الصين خلال الأشهر الأخيرة ريموندو أعربت خلال تووجودها في بيكين عن تطلع بلادها إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتمل وزيرة التجارة الأمريكية وفي زيارتها التي تستمر حتى الأربعاء تعقد خلالها اجتماعات مع مسؤوليين صينيين تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذه الزيارة يمكن أن تتوق باجتماع بين رئيسي البلدين وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدا مؤخرا إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جنبينج هذا العام وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فإن استثمارات الصين التي تأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة كبار المستثمرين في سندات وأزون الخزانة الأمريكية بلغت في يناير 2023 نحو 859.4 مليار دولار وذلك مقارنة بـ 1300 مليار دولار في يناير من عام 2022 العلاقات بين واشنطن وبكين كانت قد تدهورت إلى أسوأ مستوياتها خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب ومات لها لخلفه جو بايدا حيث كانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس الخلافات وتقول واشنطن إن القيود التي تفرضها ضرورية لحماية أمنها القومية بينما ترى فيها بكين مسعى للحد من نموها الاقتصادي تخطط النمسا لتعديل ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات النفط والغاز وذلك في إطار جهود لاحتواء الاستياء العام من أرباح الشركات المتزايدة في وقت ترتفع فيه تكليف المعيشة وذكرت الحكومة النمسوية في بيان أن الضريبة التي تشمل 40% من صاف الدخل الإضافي ستطبق على الأرباح التي تتجاوز متوسط ما قبل أزمة الطاقة في عام 2018 إلى عام 2021 يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تضع فيه أحزاب المعارضة ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم في صلب جدول أعمال السياسة قبل عام تقريبا من موعد الانتخابات العامة في النمسا هوت أسفم تشينا إفرغراند جروب بنسبة بلغت 87% في تداولة اليوم ببرصة هونغ كونغ ذلك بعد استناف التداول لأول مرة منذ 17 شهر أدى هذا الانخفاض إلى تقلص قيمة الشركة السوقية إلى 586 مليون دولار فقط من ذروة بلغت أكثر من 50 مليار دولار في العام 2017 ذلك بحسب وكالة بلومبرغ كانت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم كشفت عن خسارة بلغت 4.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت أسعار النفط تماشيا مع ارتفاع أسواق الأسهم بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعسر على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بالشأن وطيرة النمو وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفع خام برانت بنسبة 3 من 10 في المائة إلى 84.70 دولار للبرميل كما سجل خام غرب تاكساس الوسيط الأمريكي 80 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 3 من 10 في المائة انتعش الطلب على السفر الداخلي والخارجي في الصين بعد سنوات من الإغلاق الجزئي بسبب قيود فيروس كورونا ومع ذلك لا تخلو عودة الانتعاش هذه من الجوانب السلبية إذ يرجح أن يزيد استهلاك وقود الطائرات في ظل إمدادات محدودة ما قد يؤدي بالتالي إلى زيادة حادة في الأسعار بعد طلب ضعيف على السفر استمرت لسنوات بسبب قيود جائحة كورونا عادت الصين مجددا عبر الملايين من موطنيها لتقود طفرة في قطاع الطيران العالمية بعدما قاد السفر الداخلي التعافي في أكبر سوق طيران في أسيا الرحلات الأسبوعية في الصين خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من أغسطس زادت بنسبة 13% فوق المستويات التي كانت عليها في فترة ما قبل كورونا وفقا لمنصة الصفر لايت ماستر مع ذلك لا تخلو عودة الانتعاش هذه من الجوانب السلبية إذ يرجح أن يزيد استهلاك وقود طائرات في ظل إمدادات محدودة ما قد يؤدي بالتالي إلى زيادة حادة في الأسعار ورغم أن أسعار وقود الطيران لا تزال أقل من الضرعة التي سجلتها في العام الماضي فإنها قفزت بنحو 30% خلال شهر الجاري مقارنة بمستوياتها في بداية شهر يوليو إذ جرى تدولها بأكثر من 116 دولارا للبرميل في سنغفورا وقد يؤثر ارتفاع أسعار وقود الطيران على شركة الطيران التي تنعم حاليا بأرباح كبيرة في حين قد يواجه المسافرون أسعارا أعلى لتذكر السفر في حالة أن تقوم الشركات بتحملهم عبء هذه التكاليف المرتفعة وارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 15% على مدى الشهرين الماضيين بسبب قيود إنتاج أوبيك بلس إضافة إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصاف التي تتطلع للاستفادة من أرباح جيدة يوفرها إنتاج الوقود عود مشاهدين إلى الأخبار الأبرز في هذه الجولة الإخبارية حيث أعرب رئيس عبد الفتاح أسيسي عن تقديره لحجم أنشطة واستثمارات شركة بريتش بيتروليوم البريطانية المتنامية في مصر كذلك خلال استقبال الرئيس أسيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم بيرنارد لوني كما وخلال لقاء آخر مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين والمدير التنفيذي للصندوق وجه الرئيس أسيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيد بيرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم بي بي وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والسيد نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة مؤكداً الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة بالإضافة إلى إنتاج الهايدروجين الأخضر سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة من جانبه أعرب رئيس شركة بي بي عن اعتزازه وتقديره لمقابلة السيد الرئيس مؤكداً محورية الشركة الاستراتيجية بين النصر والشركة التي امتدت على مدار ستين عاماً وأشهد السيد بيرنرد لوني بما حققتهم مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد التنمية خاصة في مجال البنية التحتية بما ينعكس إيجاباً على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي وعرض رئيس شركة بي بي كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية موضحاً أنها تبلغ ثلاثة ونصف مليار دولار كما نوها إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة في مصر بالإضافة إلى حرص الشركة على الاطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعة البريطانية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية بالتنصيق مع الجهات المعنية في الدولة فضلا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق كما صدق سيادته على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير الف وتسعمائة واثنين وخمسين إلى المستفيدين من الصندوق وصدق السيد الرئيس أيضا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصري يكن احتراما عظيما وتقديرا خاصا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية الذين دفعوا ثمنا غاليا كي يحيي الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الآمنة الأخيرة كما أشار ماكرون إلى أن بلاده ستعمل على مضاعفة موازنة الجيش في ظل التحديات العالمية كنا نزيد من قدراتنا العسكرية لطالما كان الجيش الفرنسي قويا ولكن من خلال قوانين البرمج العسكرية الجديدة التي تعتمد على تمارين استجدجية قوية وفعالة وبعد اعتماد هذه القوانين الجديدة سنتمكن من مضاعفة الميزانية الجيوش وهذا أمر مهم جدا لسيما في عصرنا هذا ونحن نعلم على مضاعفة هذه الميزانية فيما نحن نترك ما هي التحديات الجديدة والعقبات التي نواجهها بالإضافة إلى المرور بأمن الفضاء والأمن السيبراني والأمن البحري بالإضافة إلى الحيزات الجديدة للنزاعات من حول العالم ولكن نعمل أيضا على تعزيز مكامة القوى لجيوشنا من خلال حصولها على نوع من الاستقلالية في إدارتها فضلا عن جعل الجيش الفرنسي الجيش الأكثر فعال في أوروبا وهذا هو هدفنا الأسمى وأنا أحيي الالتزام كل جنودنا بالإضافة إلى التعامل والترابط بين الديبلوماسيين والعسكريين في هذا الصدد أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته على السوشيل بريس وأنورك لأبحاث الشؤون العامة أظهر أن 77% من الأمريكيين يرون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يستطيع أن يكون رئيسا فعالا لولاية ثانية بسبب كبر سنه كما أشار الاستطلاع إلى أن الرئيس سابق دونالد ترامب الذي يصغر بايدن ببضع سنوات فقط يثير مخاوف أخرى الاستطلاع أظهر كذلك أن حوالي ثلثي الأمريكيين يقولون أنهم سيؤيدون تحديد عمر للمرشحين لمنصب الرئاسة وكذلك مجلسي النواب والشيوخ تحدد اليوم قاضية فدرالية موعدة لمحاكمة رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إحدى القضايا ضمن سلسلة محاكمات تنتظر الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين وقد يكون لقرار القاضية اليوم تأثيرا حاسما على تطلعات ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية جديدة على رأس البلاد من جديد يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لواجهة الأحداث بالولايات المتحدة في سلسلة محاكمات متوقعة ستكون حتما الأشهر في التاريخ الأمريكي المدعي الخاص جاك سميث طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التأمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام الفين وعشرين في الثاني من يناير الفين أربعة وعشرين في المقابل طلب محام ترامب بدء المحاكمة في أبريل الفين ستة وعشرين وذلك بعد حوالي عام ونصف من انتخابات نوفمبر الفين أربعة وعشرين التي سيخوضها الرئيس الجمهوري السابق سعيا للعودة إلى البيت الأبيض ووجهت تهم جنائية إلى ترامب صاحب السبعة والسبعين عاما في أربع قضايا هذه السنة اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا ومن المقرر أن يحاكم ترامب في مارس المقبل في نيويورك بتهمة الكذب بشأن شراء صمت سيدة قبل انتخابات عام الفين وستة عشر وفي مايو سيحاكم ترامب في فلوريدا في قضية إخفاء وصائح حكومية سرية كما سيواجه ترامب مع ثمانية عشر متهما آخرين في جورجيا تهما بالابتزاز والتأمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات الجنوبية كل تلك المعطيات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القرارات المنتظرة للمحاكم الأمريكية سيكون لها تأثير حاسم على تطلعات ترامب السياسية فيما لم يتبقى سوى أربعة أشهر على موعد إجراء أول انتخابات لاختيار مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية أعلنت أن مستويات المواد المشعة في المياه الإقليمية للبلاد أقل بكثير من معايير المياه الشرب التي حددتها منظمة الصحة العالمية وأشرت الوزارة إلى إجراء أول اختبار إشعاع من نوعه في 15 موقع في ثلاث مناطق من المياه الإقليمية للبلاد بعد يوم واحد من تصريف اليابان كميات من المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما لطاقة النووية المعطلة في المحيط لافتة إلى إجراء اختبارات وذلك في عشرة مواقع أخرى وضعت الحكومة اليابانية خطة لبناء ملاجئ تحت الأرض لإجلاء المواطنين إليها في حالة الطوارئ وأضحت الحكومة اليابانية أنها ستبدأ في بناء الملاجئ بجزر ساشيما مشيرة إلى أن الملاجئ ستشمل بناء منشآت قوية تحت الأرض مع أبواب مقاومة للانتجارات ومزودة بنظام للتهوية ومصادر الطاقة في حالة الطوارئ هذا ولم توضح توكيو دوافع لإنشاء الملاجئ في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية بالمنطقة تنطلق غدا الثلاثاء في سنغافورة فعالية المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الرابع ما بين سنغافورة وإفريقيا جنوب الصحراء في خطوة تستهدف إلى دفع العلاقات الثنائية نحو أفاق أرحب في قطاعات التصنيع والاستدامة ذكر بيام صادر عن حكومة سنغافورة أن المؤتمر الوزاري ينعقد بالتزاون مع منتدى الأعمال التجارية السادس ما بين إفريقيا وسنغافورة ذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 من أغسطس الجاري كما أشرت حكومة سنغافورة إلى أن المؤتمر الوزاري سيركز على الرقمانة والتصنيع والاستدامة كمجانات محورية لتعاون ما بين الجانبين أعلنت الصين أنها ستسقط ضم متطلبات اختبار كورونا للأشخاص القادمين من الخارج أعتبارا من يوم الأربعاء وتعد هذه خطوة كبيرة نحو إنهاء القيود التي تم فرضها بسبب الفيروس في الصين منذ أوائل عام 2020 أعلنت إيطاليا تسجيل 11606 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري وفقا لنشرة الدفاع المدنية فإن حالات الوفاة الجديدة بلغت 44 حالة وفاة مقابل 56 في الأسبوع السابق هذا الخبر مشاهدين نكون وقد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عام الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تولي أهمية لمشاركات الشركات العالمية والقطاع الخاص بمجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة الرئيس السيسي يصدق على ضم مستحقين جدد لصندوق تكريم الشهداء والمصابين ويؤكد احترام الشعب المصري لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين رئيس الوزراء يتابع جهد توفير السلع الأساسية للمواطنين ويؤكد حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع انتهت نشرة الثالثة من التليفزيون المصري في تمام السادسة مشاهدين جولة إخبارية مجددة دمتم دائما في أمان الله اشتركوا في القناة